اشتركوا في القناة ما عندوش نصر كوب العياري حطه اربع معالق بمعيار معلقة الطعام هنحط دلوقتي مبشور جوز الهند في طبق كبير شوية وهنضيف دلوقتي على مبشور جوز الهند كباية ميا مغلية اللي هو مج الشاي العادي او ساعة مئتين وخمسين ميلي تكون ميا مغلية وهنقلب دلوقتي مبشور جوز الهند مع الميا المغلية بعد كده هنغطي على الطبق وندخله التلاجة لمدة من ساعتين لاربع ساعات وممكن كمان نعمله بين بالليل ونجهزه تاني يوم هيبقى حلو قوي يعني على حسب وقتكو لكن ما تقللوش عن ساعتين دلوقتي بعد ما غطيت الطبق بالشكل ده هطيه في التلاجة وبعدين طلعته بعد حوالي تلات ساعات كده بيكون جاهز معانا دلوقتي ان احنا نعمل احلى مشروب سوبيا هنجيب شفشة الخلاط وهنحط بقى دلوقتي مبشور جوز الهند كده وهنفرمه ناعم قوي في الخلاط احنا دلوقتي بنعمل حليب جوز الهند بس مركز قوي علشان يدينا الطعم السوبيا خلاص كده بيكون جاهز معانا هنجيب بقى دلوقتي مصفة تكون الفتحات بتاعتها ديئة او اي قماشة عندكم وهنبدأ دلوقتي نصاف في مبشور جوز الهند وناخد السائل اللي هينزل منه اللي هو مركز حليب جوز الهند بالطريقة دي كده مصفة تكون فتحاتها ديئة او لو ما فيش المصفة دي ممكن تجيبوا اي قماشة نضيفة وتحطوا فيها الخليطة العمانات دلوقتي في الخلاط وتعصروا كويس قوي 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 لغاية لما يكون معاكم مركز حليب جوز الهند زي ما هنشوف دلوقتي يعني يتستعملوا مصفة تكون فتحاتها ديئة او اي قماشة عندكم على حسب المتاح عندكم استعملوها وخلاص كده انا خلصت الكمية كلها ومعانا دلوقتي احلى واجمل مركز لحليب جوز الهند بيكون معانا بالشكل ده وطبعا مبشور جوز الهند اللي طلع معانا من المصفة ده مش بنرميه بنحطه على ورقة زبدة ونقلبه كده جوه الفرن على نار متوسطة وبعد كده بنتحنه وبيكون معانا احلى واجمل دقيق جوز الهند دلوقتي بقى يلا بينا نجاهز مشروب السوبيا نخسل بقى الخلاط كويس كده من اي اجزاء من جوز الهند اللي كانت فيه وبعد كده هنحط دلوقتي المركز بتاع حليب جوز الهند وهنضيف سكر استيفيا طبعا بالكمية اللي انتوا تحبوها انا هكتفي بس بنص كيس وهنحط دلوقتي حوالي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة هنحط بقى دلوقتي اخر مكون وهو المكون ده اللي ممكن يكون فيه بدائل اكتر من حاجة انا هستعمل في الوصفة كريمة الطبخ لان انا على انظام الكيتو هحتاج ربع كوب بالاكواب العيرية اللي هو ساعة 90 ميلي اما بالنسبة للضيت العادي ممكن يحطه نص كوب من الحليب وبالنسبة للوقرب ممكن يحطه كمية بسيطة من الكريمة ويزوده الباقي من الحليب او يحطه شوية بسيط من الحليب الكامل الدسم طبعا ده بالنسبة للوقرب اما للضيت العادي ممكن يحطه نص كوبية حليب لكن الكيتو يحط ربع كوبية من الكريمة اه وجبت شوية ماء صغيرين كده في نفس الكوب اللي كان فيه الكريمة عشان اخد بقى كل الكمية بتاعت الكريمة اللي في الكباية وبعد كده هنشغل الخلاطي اختلطه بس مع بعض كده وبيكون جاهز معانا دلوقتي احلى واجمل مشروب صوبية طبعا لما بنسيبه شوية بيفصل بيعمل طبقة سميكة فوق وينزل شوية تحت كده اه يكون القوام بتاعه خفيف قبل ما نقدمه بنقلبه بالمعلقة كده بيرجع زي ما كان بالزبط هنجيب بعد الوقتي اي كباية بقى تحبوا تقدموا فيها ونصب بعد الوقتي احلى واجمل مشروب صوبية مناسب لكل انواع الدايت لان انا قلت البدائل وكمان مناسب للكيتو دايت والمرض السكري وكل سنة وحضراتكم طيبين وما تنسوش اللايك والشير للفيديو وبالفهانة وعافية